اليوم رح نتعلم كيفينا نمحي مهمة من القائمة باستخدام البروفايدر بتضغط عليها والابقاء ضغطين فترة بسيطة لحتى تروح إذا رجعنا لشجة المكونات تبعنا ومتل ما منعرف كنا حطينا المتغير الـ Task بأعلى شجة المكونات تبعنا وكنا كمان استعملنا البروفايدر بداخل الـ Task Tile هلأ السؤال كيفي نستخدم هذا البروفايدر يلي بداخل الـ Task Tile لحتى نقدر نمحي مهمة من الـ Task List عملية الحزف رح تتم بداخل الـ Task Tile ولازم تاخد هاي المعلومة وتمررها للـ Task List مشان تعمل تحديث لهاي الـ Task List Data وتقوم بحث في المهمة يلي المستخدم اختارها وضغط عليها وطبعا هذا التغيير الجديد لازم نعكس على كل الـ Widgets يلي عم يستمعوا من خلال البروفايدر للتغييرات يلي عم تصير وتحديدا للـ Task Screen محل معارضين هون عدد المهام يلي عندي بالقائمة وكمان الـ Task List يلي عم تعرض للمهام على الشاشة خلونا نبلش اول شي لازم نساويه لازم نطبق عملية الضغط والابقاء ضغطين انا بعرف انه بالـ Task Tile Widget ويلي عم نستخدمها لنعرض نص المهمة على اليسار ومربع التحديد على اليمين انا بعرف انه فيه برابرتي يسمها On Long Press وبيقدر استخدمها هاي البرابرتي بدها تشغل Function او بالأدق Call Pack لما المستخدم رح يضغط على Task Tile ويبقى ضغط كم ثانية بشان هي خلونا ننشئ Call Pack لهذه البرابرتي تماما مثل ما انشأنا الـ Call Pack لـ On Changed للاختصار رح نساوي هذا السطر هاي الفنكشن ما رح اعطيها نوع فراح امحي الـ Pool وجارة التعجب وبيدي اسمي هاي الفنكشن الجديدة مثلا List Tile Delete وبينا نمرر هاي الفنكشن للـ On Long Press وهيك لما المستخدم رح يضغط كم ثانية على شي مهمة من المهام بدأت تفعل هاي الـ On Long Press وتشغل الفنكشن يلي رح يتم تمريرها من الـ Parents يعني محل ما لنا مستخدمين هاي الـ Task Tile يلي هي هون بداخل Task List وهون كنا استخدمنا الـ Consumer مشان نعمل تحديث للـ Widgets يلي عم يستمعوا للتغيير يلي رح يصير باستخدام الـ Provider فهون محل ما لنا مستخدمين الـ Task Tile فبالإضافة للـ CheckBox Change Function صار مطلوب مننا نستخدم الـ Properties الجديدة ويلي هي List Tile Delete مشان هيك طالع خطأ وبداخل هاي الفنكشن بديفاع الميثود مشان تمحيلي المهمة يلي رح يتم تضغط عليها خلونا ننشئ هاي الميثود تبع الـ Delete بدنا نساويها وننشئها هون بداخل ملف الـ Task Underscore Data Dot Dart بالأخير وبعد هذول الميثود اللي انشئنا هم سابقاً رح انشئ مثود وبيدي سميها Delete Task وبيدي مرر مدخل واللي رح يكون تاسك اللي رح يتم حذفه وطبعاً هو من نوع Task وبداخلها بدي روح لقامة المهام تبعي Tasks وبيدي استخدم Remove Method بكتابة Dot Remove وطبعاً أنا بدي امحي تاسك اللي المستخدم رح يختارها ويلي رح تيجي من هون وطبعاً لا ننسى نضيف Notify Listeners مشان يطم إظهار التحديث اللي رح يصير بكل مكان اللي عم يستمعوا فيه لهذا التغيير وهلأ بدي أرجع لملف Tasks Underscore List وبيدي استخدم هاي الميثود بداخل Task Tile Delete Function يعني بداخل الأخوات المتعرجة لما المستخدم رح يضغط فترة طويلة على Task Tile بدي يروح للTask Data واستخدم الميثود الجديدة اللي هي Delete Task ومرر الTask اللي نحن عنده حالياً بكتابة Task Data .Tasks عند الIndex الحالي تماماً مثل هون ممتاز خلونا نجربه رح نعمل حفظ وهلأ وببساطة لما رح أضغط وضلني ضغط شوي رح شوف المهمة نحزفت خلونا نضيف مهمة تانية وهلأ إذا ضغطت وضلتني ضغط رح شوفها نحزفت ومثل المشافين عم يتم تحديث كمان عدد المهام اللي على الشاشة وهيك منكون بنينا تطبيق مهام بسيط وعم نستخدم Provider Package لإدارة الحالة بهذا التطبيق وعم نقدر نضيف مهام على هالقائمة ونحدد المهام بالضغط عليها أو حتى فينا نحزف مهام رح أرفع كود هذا التطبيق كامل على صفحتي على الGithub وأكيد كثير منكم بيتمنى أنه الداتا تبع هذا التطبيق تكون محفوظة بشي مكان مثلا محليا على الموبايل أنا بدي ساوي هذا الشي وضيف الكود على هذا التطبيق وأرفعه كمان على صفحتي على الGithub للأسف ما رح أشرح كيف ساويت هذا الكود لإني عم بلاحظ عدد المتابعين عم يقل كتير لما التطبيق عم يتعقد أكتر بس بوعدكم بدي أشرح بفيديو كامل منفصل كيفينا نشتغل على حفظ التاتا محليا مشان لما نعمل تحديث استبقى البيانات عننا وما تختفي بتمنى تكونوا استفدتم من برمجة هذا التطبيق وتعملوا لايك وتشاركوا القناة من شانلك ليستفيد بشوفكم بالفيديو القادم سلام شكرا شكرا شكرا